ناخد اخبارنا سريعا او خبر خاص باتحاد الكورة بعد المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حازم مام واعلانه عن القرارات الخاصة لاتحاد الكورة وان كل حاجة هتبقى مدير فني اجنبي سواء بقى مدير فني الفني الاول المنتخب الهمبي الادارة الفنية للاتحاد الحكام كله كله هتبقى متجه الى الجزء الاجنبي وان كان طبعا يعني التطوير في الكورة والامور الخاصة بالكورة مش محتاجة بس حتة فنية حتى ادارية كمان حتة رؤية حتة ان انا اشوف ايه المشاكل اللي موجودة بالنسبة ليه الكورة في مصر احنا كان عندنا في انجادة في الادارة الفنية للاتحاد ايه اللي اضاف ايه الامور اللي حصلت التطوير اللي حصل للمسابقات حتى الان مفيش وبالتالي هل مفيش كفاءات مصرية انا انا بتكلم على حاجة معينة ممكن انا اختار مدير فني ليه المنتخب المصري في الوقت ده او المنتخب الاول كمدير فني اجنبي لكن هل بالكم ده بقى انا عندي كله اجانب وبالتالي في بعض الناس قالولك طب ما الاتحاد كله بقى يبقى اجنبي كمان بالمرة اتحاد المصري كمان يبقى اجنبي مدام كل الامور الخاصة داخل الاتحاد بقت متجهة الى الخواجة زي ما احنا دايما بنعبر في الكورة ان الخواجة هو المسؤول عن الكورة في مصر نقطة كمان الفلوس المقابل المادي للناس دي اللي هيجوا واللي هو بالعملة الصعبة يمكن في وقت مالوقات قالك العملة الصعبة مش موجودة في تحد الكورة في الوقت ده بالكم المطلوب عشان اجيب مدير فني لمنتخب مصر ما بالكو بقى ان بقى عندنا سطف كامل طبعا مدير فني لكل فريق هبقى كامل منتخب الاول هيبقى معاتلات اربعة اجانب مدير فني الولمبي المنتخب الولمبي هيبقى برضو كامل عندك مدير فني الاتحاد ادي واحد اوه كمان حكام ممكن يبقى ليه مساعدين وبالتالي كم من الفلوس حتى لو احنا بنتكلم ان وزارة رياضة كحكومة ودولة ساعدت مش هتساعد بالشكل اللي ممكن تكون كبير مع اتحاد الكورة وبالتالي طبعا كنت اتمنى ان الامور تبقى افضل من كده في نقطة اختيار الكوادر اللي في مصر فنيا وابتدي يبقوا متواجدين وكمان اعد الناس المتواجدة واللي عندهم زي ما بنقول كده عندي رؤية ليهم ان هم ممكن يبقى فيهم الايام مدربين كويسين ابتدي اعدهم بشكل جيد اصفرهم اعلمهم في نفس الوقت ايضا الادارين يبقى الامور بالنسبة دي تبقى برضو فيها اعداد جيد حاجات كتير جدا ممكن تتعمل حاجات كتير جدا ممكن كما اتحاد الكورة يشتغل عليها نظم المسابقات الامور الخاصة باللعبين وتوسيع قاعدة اللعبين والاكاديميات حاجات كتير نتمنى الامور تختلف في الفترة اللي جاية لكن احنا في انتظار طبعا ان الكورة تتحسن والنقطة لو ما تحسنتش هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا بعد القرارات دي في نفس المؤتمر كنادي الاهلي النهاردة نازل بيان لكل المتابعي الرياضة في مصر والكورة في مصر بيان ردا على بيان وزارة الرياضة ان اتحاد الكورة هو المسؤول عن ما حدث فيه نهائي دوري الابطال بالنسبة ليه عدم اعلام النادي الاهلي او ان هما يخبروا النادي الاهلي بالجواب اللي وصل من الاتحاد الافريقي وبالتالي طبعا كان فيه ادانة بشكل كبير من وزارة الشباب الرياضة لالاتحاد المصر الكورة القدم او بعض العملين اللي خبوا الجواب وبالتالي النادي الاهلي النهاردة من خلال البيان الخاص بوزارة الرياضة برضو طلع بيان بيقول فيه ان يعني بناء على البيان ان حتى الان ما فيش اي خطوات حصلت من اتحاد الكورة أو أن يبقى فيه حد يطلع ويقول أن ده السبب أو هو السبب وبالتالي يتاخد خطوات منتحد الكورة بمعاقبة الشخص ده أو معاقبة المجموعة اللي أثرت في شغلها وأثرت في عملها وكانت سبب من أسباب أن ممكن النادي الأهلي كممثل مصر يبقى وضعه أحسن من كده فيه المارش الخاص بدوري أبطال وإن كان طبعاً زي ما بقول لكم يقولك الجزء الفني آه جزء الفني داخل الملعب مهم جداً النادي الأهلي كان مش فيه أحسن حالاته لكن واحد من أهم الأمور الفنية اللي ممكن اللعبين يعتمدوا عليها والمدير الفني يعتمد عليهم هو موضوع الجميع وده ما كانش فيه حيادية خالص كان موجود فيه اتجاه آخر وهو لجمهور الوداد وبالتالي النادي الأهلي فعلاً اتضر بشكل كبير من عدم موجود وراءه فيه ملعب حيادي أو حتى لو احنا بنتكلم بقى فيه ملعب يكون شبيه بمصر لو مصر مثلاً هي اللي كانت عكس الجزء الآخر المباراة النهائية كانت فيه القاهرة ترجمة نانسي قنقر